السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالمشاهدة الأعزاء مرحبا بأي واحد يشاهد الفيديو دينا حاليا وراء معنا في القناة أريد أن أشكره وكذلك أي واحد يشاهد في الفيديو دينا ومازال ما يشارك أريد أن أقول مرحبا بك شارك معنا في القناة دينا لأن هذا القناة دراق قناتها مفيدة لماذا؟ لأنك تدراع العقار عامة وعلى الشقاق خاصة على الفينيسيون على كيف تقسم الطار على المساحات المختلفة التمند العقار وزيد وزيد الخشب كيف تدير الزواء 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 وزيد وزيد ما إلى ذلك إذن أي واحد يشاهد في القناة دينا مرحبا به لماذا لا تشارك في القناة دينا سنكون سعادة القناة دي الأباق تموم كناس والوكلة العقالية ستكون سعيدة إذن سوف نبدأ هذا الشرق وكان يدعى من قد تلك الأباس ومنه وهذا الشقاق يدعى في الطبق الأرضي في عمارة التي توجد فيها الموابق والطبق الأرضي والثاني والثالث هذه الموابق الأرضي مساحة المبنية فيها 86 متر وبالنسبة للثامن ، الثامن هو مناسب و قابل للتفاوض وهو 38 متر كان الناس الذين يبحثون على العقار الـ 38 متر يبحثون على أقل ، هنا لدينا إذا جاءوا مثلا ، هذا أكثر وكذلك الناس الذين يبحثون على شخص أكبر سوف نعرف عرض كثيرة في القناة معكم ، إذا اشتراكوا ودخلوا القناة سوف تراكم و تبحثون على العقار التي تريدون ثم ، كما تلاحظون الشرقة التي يوجد فيها هذا الفاسك و فيها الطوالة بحدتها و الحمام بحدتها و هناك الدبارة هي كالفوق ندخلوا و تلقوا بفاس معنا في الصالون ، يأتي على الشارع و يجب أن يكون جيدا لا يوجد فيزا في الواجهة التي تشاهدها كثيرا هذه هي الغرفة النوم كلها فيها صبغة جديدة و هذه صبغة الحديثة التي ترى هي ربحة البابيبة ولكن هي صبغة و هي اسمية البلاتينيا أو خايل كثيرا من الناس الذين يعرفونها و كثيرا من الناس الذين لا يعرفونها ومع ذلك أننا سأشرحها لكي نرى الناس كاملين البابان البلقارات البابان الخشب الميزة التي فيهم و ما الذي نرى الكثيرا هو أنه لا يوجد البابان لا يجد LOVE لكي نطلق المواردة سنتم من هنا و لأما يجد فوقها و هو أن يرى المسك Ting لكي نطلق المواردة و إلا يقصر الناموسية ولا يقصر الإنسان لكي نطلق المواردة قوم بل تزير جميلة وسوف نطلق المسك آجة و الأرجوة و البيسكي تخيل بكي نثى كما قلنا بالنسبة للتامان التامان الذي هو مزين وهو 38.380.000 درهم وهذا التامان هذا سيكون قابل للتفاوض ماشي تامان فكس واخر نحن نريد الكزينة كيف يدارها الكزينة السيداتي لماذا تقول سيداتي لأن العائلات التي تكون الكزينة هم المهتمين ويهتمون بكثير الكزينات ومن هناك الحية وجميع الأمهات وجميع العائلات التي ترون في القناة سأقول لهم شكرا جزيلا هذا هو المطبخ 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 جاهز ليس جاهز بالماتريال بالفران جاهز بالتروارات بالتفوف وكل شيء في البلاسة فين در كلاجة في البلاسة سيداتي در شوفه في البلاسة فين تركشفات ولكلاود ولا بلاك والبلاصة كذلك سيداتي در 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 كلاجة در انطبخ متوسط الحجب ما صغير ما كبير متوسط الحجب وفي البلاسة يمكن أن يكون موقعين فلحضا سوف ترد النار سوف ترد انظر الفران ممكن تحييط المجورة واضح في الداخل سوف تقف كل بد وفي الانارة المجهد ومن يمكن انظر تطلق انظر لتخذ الانارة المجهد تهياء فيها الصبغة البلاتينيا والقبض في السقف والاسبوت إذن مشاهدي الأعزاء كنتم مننا تكون نالت لإعجاب لكم هذه الشوقة ونواعدكم إن شاء الله بعروض جديدة معكم إلى الشراك وتحفيز دينا بالضغط على الزر الإعجاب حاجة التي تعطينا طاقة إيجابية لكي نجيب لكم شوقة جديدة إن شاء الله إذن مشاهدي الأعزاء كنشكركم جزيل شكر على المشاهدة ديركم للقناة دينا ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة مقبلة في فيديو مقبل